موسيقى إلى جميع متابعي طقس العرب من المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتوقع بمشيئة الله أن تتأثر المملكة العربية السعودية بأولى الحالات الجوية الربيعية هذا الموسم وذلك ابتداء من ساعات ليلة يوم الأربعاء ثم تشتد غدا يوم الخميس على المناطق الشمالية ثم تنتقل إلى المناطق الشمالية الشرقية ودولة الكويت يوم الجمعة ويعود بمشيئة الله سبب هذه الحالة الجوية إلى انتقال واندفاع كتلة هوائية رطبة قادما لمناطق الجنوبية الغربية تنتقل إلى المناطق الشمالية من البلاد وتتقابل مع كتلة هوائية باردة قادمة من شمال غرب المملكة وشرق البحر الأبيض المتوسط يؤدي هذا التقابل إلى نشوء حالة قوية من عدم الاستقار الجوي تكون ربيعية الطابع حيث تكون الأمطار رعدية غزيرة وتترافق مع تساقط زخات البرد كذلك تترافق هذه الحالة الجوية مع العواصف الرملية ونشاط رياح المثير للأتربة والغبار وقد يصل نشاط رياح إلى أكثر من 60 كم في الساعة في بعض المناطق مما يؤدي إلى انخفاض حاد في مدى الريو الأفقية وربما انعدامه وتتأثر منطقة تابوك من شئة الله ليلة الأربعاء بزخات من الأمطار الرعدية تنتقل هذه الحالة الجوية تدريجيا يوم الخميس إلى منطقة عرعر وسكاكا والجوف والإقريات والمناطق المحيطة حيث تكون الأمطار الرعدية وغزيرة ومترافقة مع العواصف الرعدية بمشيئة الله وتنتقل هذه الحالة تدريجيا خلال ساعات ليلة الخميس على الجمعة ويوم الجمعة إلى المناطق الشمالية وأجزاء من حائل وشمال شرق المملكة وحفر الباطن ودولة الكويت حتى أجزاء من شمال القصيم تكون هذه الأمطار على شكل زخات متفرقة مترافقة أحيانا مع حدوث الرعد ويتوقع بمشيئة الله أن تترافق هذه الحالة الجوية كما أشرنا مع العواصف الرملية والأتربة المثارة وخاصة على المناطق الشمالية من البلاد حيث تنخفض الرؤية الأفقية بشكل حاد وكبير وكذلك تترافق هذه الحالة الجوية مع تفاوت كبير في درجات الحرارة ما بين الارتفاع الشديد ثم الانخفاض الكبير المتوقع خلال اليومين القادمين وقد يزيد الفارق عن عشرين درجة مئوية خلال فترات بسيطة مما يؤدي إلى ارتفاع فرصة الأمراض وزيادة فرصة الحساسية وأمراض ربو وبالنهاية نحذركم من انخفاض كبير في مدى رؤية الأفقية كذلك من غزارة الأمطار وتشكل السيول وأيضا شدة العواصف الرعدية ونتمنى لكم السلامة كان معكم المتنبئ الجوي حسن عبدالله من مركز تقص العرب الإقليمي اشتركوا في القناة